النقطة التانية ودي تخص الشأن العام يعني مسؤولية مصر ودور مصر وتأثير مصر على مستوى القرى الأفريقية لأنه يبدو أن الدور المصري للأسف فيه تراجع وأنا مش بقول كده عشان ناخد حق مش من حقوقنا أو عشان أن احنا نمارس سلطتنا يكون لنا أفضلية على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات أنا بقول ده عشان يكون اتحاد الكرة المصري في تواصل طبيعي جدا ومشروع جدا مع الاتحاد الأفريقي للأسف الشديد جدا بيفتقد بشكل واضح لأدنى معايير التخطيط والتنصيق كلام ده بقول لحضراتكم ليه؟ بقول لحضراتكم لأنه نفس الأزمة اللي أنا تكلمت عليها أو اللي تكلمنا عليها في ماتش السوبر وارتباطات منتخب مصر في الأجندة الدولية ونفس السيناريو اللي بنتكلم عليه في الأجندة الدولية والاتحاد الأفريقي حدد بداية الأفروليج يوم عشرين وهو عارف كويس جدا فيه توقف دولي أو فيه أجندة دولية في التوقيت ده أنا بقول لحضرتك أنه لو قدر للأهل المصري أنه يكمل مشواره في الأفروليج لغاية نهايته ده معناه أنه هو هيلعب يوم حداشر نوفمبر المباراة النهائية طيب إيه المشكلة في كده؟ المشكلة أنه منتخب مصر وبداية مشواره في تصفيات كاس العالم هتبدأ يوم 13 أمام جيبوتي وبالتالي أعتقد أنه فيه مشكلة فيه مشكلة كبيرة جدا في فكرة التنسيق في المعايد الأهلي هو المتضرر الأول إن لم يكن الأوحد والأخير من قصة التضارب دي نحن نتكلم على تصفيات أفريقية تصفيات بتؤهل منتخبات أفريقية لبطولة كاس العالم وبنتكلم على بطولة أفريقية اللي هي بطولة أفروليج وبنتكلم على جندة دولية بيلعب فيها منتخبات أفريقية وبالتالي أعتقد أنه من الطبيع جدا واتحاد الكرة المصري يتواصل عشان ينسق مع اتحاد الأفريقي أنتوا على إيه أساس بتحطوا الموعيد دي؟ الموعيد دي واضح أنه فيها تضارب كبير جدا جدا بين ارتباطات أندية وبين ارتباطات منتخبات وكأنه فيه اتحادين للكرة في أفريقيا فيه اتحاد معني بالأندية والتحاد معني بالمنتخبات وكل واحد بيشتغل بطريقة الجزر المنعزل فأعتقد أنه دور أصيل وواضح لأنه مهما كانت قيمة النادي الأهلي ومهما كان حجم النادي الأهلي والكل في أفريقيا يعرف تماما قادر وحجم النادي الأهلي مش ممكن الأهلي هو اللي يتوصل في حاجات زي كده وخصوصا أنه المنتخب موجود على الخط وبالتالي هنا دور واضح وصريح مفترض الانتحاد الكرة في مصر هو اللي يقوم به أتمنى أنه ده يتحط في الاعتبار وفي الحسبان فيما هو قادم من ارتباطات ومن مواعيد